مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساحة الأرصاد الجوية ترتقب ليوم الغد أيضا أجواء مستقرة مشمسة على العموم رغم انتشار بعض الصحاب التي تبقى بدون فعالية خلال الظاهرة نحو المرتفعات كذلك منطقة السورة والصحراء الوسطى بينما نسبة رطوبة عالية ستسجل خلال صباحة الغد مع تشاكل الضباب نحو السواحل الغربية نطلب الحيطة والحذر لكل الإخوة السائقين الحرارة خلال ليلة اليوم ستكون مرتفعة بالنسبة للعاصمة تقرب 26 درجة في حدو 23 درجة بوهران 19 فقط بسكيدا عن نبا 20 درجة بتزيوزو لن تتعدى 11 بالجلفة ترتفع إلى 15 درجة جنوبا ببشار بإليزي بثامنراز 17 بغردية الأغوات 19 بكل من أضرار تميمون إن صالح نفس المقياس بلمغير إلى غاية ورقلة وتقرب 22 درجة بأقصى الجنوب الحرارة قصوى تبقى دائما مرتفعة وتفوق المعادلة الشهري 34 درجة بالعاصمة وتزيوزو 36 درجة بالطرف بعنابا ووسكي قدر نفس المقياس قربا بغيليزان بسعيدا بعين دفلة كذلك 33 درجة بوهران ما بين 25 إلى 27 درجة من البيض حواباتنا 29 درجة بشمل الصحراء 28 درجة بالسورة 32 درجة بالواحات لن تتعدى 27 درجة بملتفعة الهوغار وتقارب 35 درجة بأقصى الجنوب البحر نتيجة لارتفاع الضغط الجوي سيبقى جميل على طول الشريطة السحي رياح ضعيفة على العموم متغيرة الاتجاهات أحيانا جنوبية تماما بسواحل الوسطى وقت شروق الشمس بحت الغد على مستوى العاصمة سيكون في حدود دقيقتين بعد السابعة صباحا مشاهدين أشكركم على حس المتابعة ودمتم في أمان الله